معي من غزاء دكتور مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية سيد أبو سعدة أهلا وسهلا بك في جولة الظهيرة هنا نتحدث عن تكليف جانس بتشكيل الحكومة ماذا يعني أولا للوضع السياسي العام في إسرائيل ولنتنياهو تحديدا يعني كما تعرفون إسرائيل تمر بأزمة سياسية منذ أكثر من عام منذ أن حدثت الانتخابات في إبريل من العام الماضي 2019 ولم يتم تشكيل أي حكومة وأجرت الانتخابات الثانية في سبتمبر من العام الماضي 2019 وفشلت كذلك الأحزاب والكتل الحزبي في إسرائيل في تشكيل حكومة وبالتالي اضطرت إسرائيل للذهاب إلى انتخابات ثالثة في أقل من عام ولكن مع إجراء الانتخابات الثالثة تفشى مرض كورونا في العالم وفي إسرائيل اليوم حسب المصادر الإسرائيلية هناك تقريبا أكثر من 250 إصابة في إسرائيل ولذلك يدور الحديث في إسرائيل عن تشكيل حكومة الطوارئ ولكن في ظل التوصيات التي صدرتها الأحزاب والكتل الانتخابية التي حصلت على مقاعد في انتخابات الكنيسة الأخيرة الكنيسة الثالث والعشرين كان هناك توصية بأن يتم تكليف رئيس حزب أزرق أبيض بني جانس بتشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة وكما جاء في تقريركم يحظى حزب أزرق أبيض بتقريبا 61 عضو تأييد 61 عضو بما فيها القائمة المشتركة أو القائمة العربية المشتركة والتي لديها 15 مقعدا في الكنيسة من أصل 120 مقعدا طيب لم تجبني على هذه الجزية ماذا عن نتنياهو؟ كيف سيتعامل؟ ما هو مصيره إذا ما سار مركب تشكيل الحكومة؟ أكيد سؤال مهم جدا نتنياهو قاتل حتى اللحظة الأخيرة بأن يبقى في منصبه كرئيسا للوزراء وهو لم يقدم أي تنازلات في المرات الماضية في الانتخابات التي عقدت في إبريل أو في سبتمبر لم يقدم أي تنازلات بخصوص تشكيل حكومة وحدة وطنية وكان يصر دائما على أنه رئيس الوزراء في أي حكومة إسرائيلية قادمة لأنه يعرف نتنياهو يعلم تماما أنه إذا ما فشل في تشكيل أي حكومة إسرائيلية سيذهب إلى السجن هناك تهم وجهت إلى نتنياهو في نوفمبر من العام الماضي تهم بسوء الأمانة والرشوة والمحسوبية هل يمكن أن تنقضه كورونا الآن؟ وانفساد شكرا لك أعتقد إذا ما نجح حزب أزرق أبيض في تشكيل حكومة سواء كانت حكومة وحدة وطنية أو حكومة ضيقة بدعم من القائمة العربية أعتقد هذا سيقطع الطريق على نتنياهو في منع تشكيل حكومة قادمة أو في الاستمرار كعمله كرئيس وزراء الإسرائيل أعتقد أنه الآن الكرة هي في ملعب بني جانس وحزب أزرق أبيض لتشكيل الحكومة القادمة كما قلت سواء كانت حكومة طوارئ أو وحدة وطنية أو حتى حكومة ضيقة بواحد وستين عضو فيها الكنيسة ولكن أنا أعتقد أنه أيام نتنياهو السياسي قد انتهى بأن الإجراءات القضائية يمكن أن تؤجل بفعل كورونا على كل حال هل من اليسير على جانس أن يلبي اشتراطات الأحزاب التي يمكن أن تأتلف في حكومته وتعطيه الدعم يعني ليبرمان كان له خمسة شروط فيما يتعلق بالدخول في حكومة برئاسة بني جانس وهذه الشروط قد تم قبولها من قبل بني جانس وحزب أزرق أبيض هذه الشروط لها علاقة بتجنيد الطلاب المدارس الدينية في الجيش الإسرائيلي وقضايا لها علاقة بما يسموه بتوزيع العبء في إسرائيل أعتقد أن المسألة الآن تكمن لدى القائمة العربية أكيد القائمة العربية التي لديها خمسة عشر مقعدا وهي الكتلة رقم ثلاثة في الكنيسة الإسرائيلي هي ستدعم الكنيسة من الخارج لن تكون جزا في الحكومة أو الاعتلاف الحاكم ولكن هذه القائمة لديها مطالب لا علاقة بالمساواة مساواة المواطنين العرب في إسرائيل ودعم المجتمعات العربية المدن والقرى والتي تخلفت الحكومات الإسرائيلية السابقة عن دعمها وأصبحت تعاني من نقص كثير في البنية التحتية والمدارس والتعليم والصحة وغيره واضح تعرف دكتور مكامر أن هناك تناقضات تضادات إيدالوجية عقائدية ما بين هذا التكتل الذي يدعم غانس مثلا لبرمان القائمة العربية كيف يمكن أن ينسى جماع؟ وأمام هذه الحقيقة هناك من يقول أن مركب غانس سيستمر في أحسن الأحوال لمدة سنة ومن ثم نذهب إلى انتخابات الفكرة فقط إبعادنا تانياه بالتأكيد أنا أتفق معك القاسم المشترك بين كل هذه الكتل والأحزاب الانتخابية سواء كانت أزرق أبيض أو القائمة العربية أو حزب ليبرمان إسرائيل بيتنا وحتى تجمع العمل جيشر ميرتس كل ما يجمعه هو التخلص من نتنياهو نتنياهو حكم أطول مد في تاريخ إسرائيل حتى تجاوز المد التي حكم بها مؤسس إسرائيل ديفيد بنغريون هو لديه في الحكم 14 عاما وبالتالي هناك إجماع لدى هذه القوى بإخراج نتنياهو من السلطة ولكن أنا أتفق معك هناك تناقضات كثيرة وخاصة بين حزب إسرائيل بيتنا بزعامة ليبرمان والقائمة العربية المشتركة ويعني ليبرمان يقبل على مضض حتى دعم القائمة العربية المشتركة لهذه الحكومة أو للحكومة القادمة وأنا أتفق معك أنه حتى في الوضع الطبيعي وفي الظروف الطبيعية حكومات إسرائيل لا تكمل مدتها القانونية وهذا شهدناه منذ توقيع اتفاق أسلو في العام 1993 لم تكمل أي حكومة إسرائيلية مدتها القانونية وبالتالي فما بالك والحديث يدور الآن عن حكومة ضيقة لا يوجد بينها قواسم مشتركة قد لا تعمر هذه الحكومة طويلا قد تعمر كما قلت حضرتك عاما أو عامين على الأكثر وهذا ما يطرح بالمناسبة لبرمان أن تستمر هذه الحكومة لمدة عامين للخروج من الأزمة السياسية وأزمة كورونا الحالية الدكتور مخامر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية ضيفنا من غزة شكرا جزيلا لك